موسيقى طيب الحكومة المصرية وقعت بروتوكول ومذكرة تفاهم مع سوميتومو اليابانية سوميتومو هي واحدة من اكبر الشركات بالمناسبة على مستوى العالم بشكل عام وايضا هي تقريبا اكبر شركة بقى على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية والضفائر الاكترونية احنا بنتكلم ده في اطار توطين الصناعة جوى مصر وعوائدها على الاقتصاد خلونا اولا نرحب بضفنا العزيز مهندس احمد مجدي وهو العضو المنتدب لسوميتومو اليابانية منورنا اهلا بيك الله يساعدك الحمد لله زي الفل طبعا انا كنت متصورنا احنا لما نقابل العضو المنتدب لسوميتومو اليابانية فاحنا هنقابل رجل مواطن ياباني فانا سعيد جدا انه العضو المنتدب من عندنا في مصر الحمد لله دي حاجة تشرف وحاجة هتفرح اول حاجة انا كنت بقول انه سوميتومو اليابانية وده برضو خارج من منقشة عملناها سريعة كده هي واحدة من اكبر الشركات الصناعية على مستوى العالم واكبر شركة بتشتغل في المجال ده على مستوى العالم صحي كده؟ دي حي سوميتومو عموما هي سابع اكبر كانت اقتصادي في العالم بيشتغل في مجالات اقتصادية متعددة من ضمن الانشطة بتاعة الشركة قطاع اسم قطاع الاوتومودوف اندستري متخصص في السيارات وفي الصناعات المغزية للسيارات حلو داخل القطاع ده فيه شركة ضخمة جدا اسمها سوميتومو ويرن ساستم شركة بينية وتحت الشركة دي فيه شركات كتيرة عابرة للقارات تقريبا في كل دول العالم مفيش دولة في العالم مفيهاش سوميتومو احنا في سوميتومو ايجبت نتبع مباشرة لسوميتومو يوروب اللي هي موجودة في مركز الرئيسي بتاعها في انجلترا وهي مسؤولة عن كل صناعة الدفاع الكهربائية او الصناعات المغزية للسيارات فيما يخص دفاع الكهربائية اللي بتروح لاوروبا والامريكا طيب عشان ابقى فاهم مظبوط انا سقف تفاولي كده عمالي ارتفع احنا مذكرة التفاهم دي بتقول ان احنا هنصنع هنا علشان ان شاء الله هنلاقي نفسنا بنصدر ما يصنع في الداخل المصري الى اصدقائنا في اوروبا والمتحدة الامريكية لا ده انت لازلت فيها متفاعل اكتر من كده سقف التفاهم يعلى احنا بنصدر بالفعل بان خمس ست سنين احنا اولا اكبر اكبر شركة مصدرة في جمهورية مصر العربية على مدار الى ثلاث ست سنين الاخار شركة منطقة حرة مصدرة احنا دلوقتي موجودين في مصر حوالي عشر تلاف فرصة عمل مباشرة داخل مصانعنا والفين فرصة عمل غير مباشرة للصناعات اللي بتخدم علينا احنا بنصدر لانجلترا وفرنسا وايطاليا وتركيا وايطاليا وروسيا وشمال امريكا طيب انا كده عندي حدوتين اهم من بعض حدوتة منهم هي حدوتة سوميتومو في مصر دي بدأت من امتى وازاي وليه مصر وده شيء مهم بالنسبة لي جدا والحدوتة التانية هي حدوتة المهندس احمد مجدي كيف اصبح عضوا منتدبا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لهذه الشركة شديدة الضخامة الحمد للرب العمين طيب انا اخد الجزء الاول الحقيقة انه في الفترة من 2005 ل 2010 المسؤولين عن الملف الاقتصادي في الوقت ده بدأوا يشتغلوا بشكل منظم ويتارجته بصرف النظر بقى احنا متفقين على الحجبة دي وانا لا لكن الملف الاقتصادي بدأوا يحطوا تارجت احنا عايزين نشتغل ازاي فاحنا هنبدأ نحط اكبر مئة شركة في العالم نستهدفهم انه هما يجوا مصر بشرط ان الشركات دي يكون بتصدر عشان احنا عايزين نعمل توازن في العملة الصعبة رقم اثنين هي تكون كسيفة العمالة رقم ثلاثة انها تكون ما بتسحبش طاقة كتير ما بتعتمدش على الطاقة بتعتمد على البشر رقم اربعة انها كمان تكون جيرين انفيرومنت ما لهاش عائد او مخلفات تؤثر على البيئة واحدة من الشركات دي كانت شركة سوموتوم في هذا الوقت وزير الاستثمار ووزير التجارة راحوا قابلوا الشركة في انجلترا وعرضوا عليهم الاستثمار في مصر بالتنصيق مع السفارة المصرية في انجلترا وعرضوا عليهم الاستثمار في مصر والحقيقة انه قدمت للشركة دعية الشركة الناتجة مصر وزاروا اكتر من محافظة ولقوا ان مصر كموقع وكانفرستركشة في الوقت ده كانت منافسة جدا وخصوصا انه العالم يعاني من نقص شديد سواء في الاراضي المتوفرة عشان تعمل عليها مصانع او في القوى البشرية ودي صناعة كسيفة العمالة فاخدوا القرار في 2008 انه هما ينشؤوا اول شركة داخل جمهورية مصر العربية وانشأت الشركة فعلا بدعم غير مسبوك من هالعمال الاستثمار ومحافظ برسعيد في ذلك الوقت لكن كانت طبعا على ورق انشأنا الشركة اسسنا الشركة اليابانيين بياخدوا وقتهم في التخطيط وفهم الامور ودراسة الامور على الارض الواقع قبل ما بيحطوا رجلهم عبان ما وصلنا لمرحات ان احنا نبدأ في الكونستركشن بتاع انشاء اول مصنع وده كان تقريبا في 2010 كان بداية الامور السياسية في مصر تتوتر دخلنا 2011 في الربع الاول من 2011 كنا انتهينا من بناء اول مصنع في محافظة برسعيد وقامت الثورة للأسف عدنا زي ما نكون كنا انا دايما بشبه الفترة دي من 2011 ل2013 كنا كلنا رجبين في طيارة والطيارة ماشية وماشية بسرعة خوية جدا والطيارة واعت بينا فكان نظريا المفروض احنا ما نقومش تاني حصل تعطل من 2011 ل2013 لغاية 30 ستة في الفترة دي طبعا كنا بنرائب يوميا طبعا بشكل يومي التطور الوضع الامني الوضع الاقتصادي الوضع السياسي عشان نوصل لمرحلة الاستقرار اللي ساعتها يقدر المستثمر الابنبي ياخد قرار بانه ادخ فلوس او مدخش فلوس جو ار نوت جو جو ار نوت جو فكان معظم الشركات اللي كانت بتشتغل جوا مصر كان ما بين امرين حاجة من الاتنين يا الا اخرج تماما وفورا وخرج سريع وده كلنا عانينا منه كمصريين او اجمد لا سلم لا حرب الوضع يبقى كما هو عليه مش هنشتغل هنحافظ بس على الكهين اللي موجود لغاية لما نشوف لان مصر دولة مهمة مهمة اللي بقى موجودين فيها بس لما تبقى الدولة مستقر من بعد 36 مباشرة 1 7 بدأت الشركة تقول اه لا احنا كده شايفين ان البلد ماشي في اتجاه انه هتاخد خطوات سابتة لو جيت بسيط على الشركة من 2000 من 1 7 2013 لغاية 2016 كنا بننمو من 300 400 عامل لغاية 3000 عامل ومواصل يعني حتى اصدقائنا في اليابان كان عندهم تفاعل ايجابي مدروس بسبب 30 سنة وللامنة يعني هم اصروا على استمرار وجود الشركة في مصر سواء في اليابان الشركة الام في اليابان او في انجلترا كان قرار الاستراتيجي هو الاسرار على تواجد الشركة في مصر لغاية لما الامور تستخر في الفترة من 2013 يوليو لغاية نهاية 2015 كان قياس يوميا بيحصل قياس عدد العمليات الارهابية اللي بتحصل الاستقرار الطرق قدرتنا على الوصول للمواني عشان نقدر نحرك البضاعي بتاعتنا والمواد الخام بتاعتنا والمنتج النهاي بتاعنا لانه في عربية في بلد تانية فانت مهم جدا انك تتأكد ان سلسلة الامداد بتاعك او سلسلة الامداد بتاعك ما بين الوارد من مستلزمات انتج والصدر بتاعي في منتج النهاي اللي انا عاية ودي برنا لا يتأثر لانه لحظة ما هيتأثر مش هتقدر تودي الحاوية بتاعتك للمين عشان تتصدر المصنع المقابل ليك في فرنسا او في انجلترا هيتوقف وده اللي هو ما اقدرش عليه عادنا نرائب ستيب با ستيب كانت الامور بتحرك لقدام والناس يعني حطوا ثقة كبيرة فربنا سوحات على ثم في البلد ثم في الناس اللي تشتغل وقدرنا نوصل ان احنا نملى مصنع برسعيد بالكامل في نهاية 2015 عدنا من مراحل كتيرة جدا وبدأنا نكسب ثقة والناس بدأت تحط ثقتها في قدرة الموظفين بتاعنا في انبهروا بقدراتهم الفنية انبهروا بانه هم عارفيني القطو بسرعة اللغة عارفيني القطو بسرعة طريقة الانتاج وازاي يحافظ على جودة عالمية لان المنتج ده في الاخر هيركب في عربية حراكة هتمش بيها في الشارع تيجي تدوس فرامل لازم تدوس فرامل معاك لازم الفنكشم بتاعها يبقى بالمستوى العالمي فقدرنا نحصل على ده بفضل الله الثقة دي وكانت الخطوة اللي بعدك احنا جهزين يا جماعة ان احنا ناخد خطوة تانية مجموعة عوامل كلها بتتحرك مع بعض مشاريع قومية بتعمل طرق بتعمل سبات امني بتعمل نمو اقتصادي واصلاح اقتصادي لا البلد دي جاهزة ان هي هتاخد اكتر من كده في يناير 2017 مصنع الجديد في 6 اكتوبر وقفة ارجوك هروح للفاصل بس انا عايز حضراتكم تكونوا مركزين معايا في اللي تقال انه الناس برة في اليابان او في انجلترا حصل لهم حالة من حالات الانبهار بالموظف المصري هو مهندس هو تيكنيشن عامل فني الى اخره ازكية عندهم قدرة سريعة جدا على الالتقاط سواء اذا كانت اللغة او التدريب الفني او 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 واحنا بناخد الحاجات دي بنصدرها المصانع اوروب العربيات الاوروبي اللي هي توب نوتش اللي هي مفيش فيها هزار في عوامل الامن والسلام ما فيهاش هزار طيب وبعدين خلصنا كده مصنع برسعي رحين على مصدع 6 اكتوبر بعد الفاصل طيب خلوني اجدد الترحيب بالسيد احمد مجدي الخبير في مجال صناعة انضفاء اكترونية العضو المنتدب لسوميتومو اليابانية وقال لي يوسف انا مش مهندس اذا راجل خريج او عامل دراسات عليا في الادارة وفي اللوجستيات وما الى ذلك من الاكاديمية العربية بالمناسبة الاكاديمية العربية من الجامعات المهمة جدا اللي معترف بها في كل حتة في الدنيا انا هتحتاج لمعادلة بالمناسبة عندنا في بلدنا في مصر هرجع مرة تانية لـ 6 اكتوبر قلت ليه بقى عملنا مصدع برسعيد والحمد لله وروحنا عندنا في 2017 مصدع 6 اكتوبر جينا في اواخر 2016 في شهر 12 في ديسمبر طلبنا ان احنا نقعد مع الحكومة المصرية وزير الصناعة والتجارة مع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزارة المالية ومع الهيالة عمالة السمار وقلنا يا جماعة يالله احنا عايزين ناخد خطوات اكتر من كده تقدروا تساعدونا ازاي الحقيقة وانا يعني باتكلم كلامي ممكن يكون مجروح لكنها دي حقيقة الناس قدموا يعني مساعدات غير مسبوقة عملنا اول بروتوكول في يناير 2017 بدعم غير مسبوك من كل اجهزة الدولة وكل الوزارات المعنية قدمنا كل الوزارات المعنية اللي احنا ممكن نبقى بنعاني منها على مدار اليوم او في مشاكل او في بروكراطية او او لكن لما تقدمنا بمشروع في تطوير وفي نموم وفي زيادة الانتاج الناس كلها وقفت ووافقت ودعمت والاول مرة بنينا اول مصنع في ست شهور وده اخد الصدرات بتاعتنا من واحد لواحد ونص ضرب الصدرات بتاعتنا مرة ونص بعد ست شهور جاء دكتور مصطفى افتتح المصنع بتاع اكتوبر قال لا تعالى عايز ايه تاني ونعمل شغل تاني نعمل توسعات في مصنع برسعيد فضلنا على المتوالية دي كده كل ست شهور كل ثمان شهور نفتح مصنع جديد في الفترة ما بين 2017 لغاية 21 فانت عندك في الفترة دي بس طلعنا من 500 عامل وصلوا 3000 في نهاية 2015 لعشر تلاف وكسور في نهاية 21 طيب اخيرا ليس اخرا هو فعلا القعدة دي ما تتحسبش باي حال من الاحوال يعني ده انا عايز اروح اتفرج على المصنع ونصور هناك بس خليني بقولك ايه اللي وصلناك لسميتومو والله سميتومو هم اللي وصلوا لنا يعني انا كنت باشتغل في ميناء شرق التفريع وهي تالت اكبر ميناء في البحر المتوسط طبع ومدرسة كبيرة جدا اتعلمنا فيها كالوجستكس ماناجر سميتومو لما دخلوا جمهورية مصر العربية بدأوا يدوروا على الكفاءات اللي ممكن تساعدهم انه هم يأسسوا الشرك اتقابلنا وبتكليف يعني طلبوا من يعني الساعدة اللي هو مصطفى صادق محفظ بسعي قال لي وسمحت اقعد مع الناس شان تساعدهم يعني فقعدنا مع الناس والناس قالوا لي احمد ولكم ان بورد انت من بكرة معايزينك معاني معانا فبدأنا المشوار صدقنا وبدأنا المشوار وربنا اكرم الحمد لله ان شاء الله المشوار ده يعني لسه قدامه كمان مراحل اخرى فاخرى الى النصل الانه تبقى مين عارف يمكن اكبر مصانع لسميتهم في العالم تبقى موجودة عندنا في مصر اتمنى ذلك ان شاء الله اللي قلته لي كمان في الفصل على ازاي المصنع ده بيتتحط الحاجة بتاعته فأدخن أدخن عربيات في الدنيا اللي احنا ما بنعرفش نشتريها دي اللي هالغالية قوي خالص اللي بنسمع عنها بس او نتفرج على فيديوهات مش كده مش كده يا حاية يا حلاوة انا سعيد جدا ومتشرف جدا بالمقابلة السريعة القصيرة واللي بتمنى من ناحيتي قعد واتمنى من ناحيتك انه احنا عاوزين نزوركو في المصنع في بورسعيد ونروح مصنع 6 اكتوبر ونتفرج عشان نشوف قد ايه المصريين بيعرفوا يعملوا منتج رفيع المستوى تشرفونه نتشرف بيكو دايما شرف لينا ربنا يخليك كل الشكر لك كل الشكر الاساس احمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو سابع اكبر شركة صناعية على مستوى العالم اكبر شركة في مجال صناعة الضفاق الالكترونية على مستوى العالم بتشتغل من هنا في بلدنا بنصدر من بلدنا لاوروبا وامريكا كل القصة انك تاخد القرار وتبدأ وتتوافر كافة العوامل للنجاح فلقوا في مصر ان العوامل متوافرة والمصريين اسكين خلصت الحلقة بس ما خلصتش الحدوتة لان الحوادية المصرية كثيرة كليكم معنا دايما ونقابلكم بكرة لو كلينا العمر وبرنامجكم التاسعة سلامات موسيقى